بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم في المحاضرة السادسة من دورة تعليم برنامج وورد الاحترافية واللي راح تكون إن شاء الله إنشاء وتصميم سيرة ذاتية احترافية ونقدر نعتبر هذه المحاضرة هي تطبيق للمحاضرات السابقة إضافة إلى بعض المعلومات والأوامر راح نتعلمها إن شاء الله من محاضرة اليوم طبعا بعد ما نفتح برنامج وورد يفضل إن نصغر الورقة من خلال هذا الخيار ورح ننشئ فت فكرة معينة بسيطة إن شاء الله بنفس الوقت احترافية بداية نرسم شكل مستطيل عمودي بهالمكان نختار اللون أحمر لون التعبئة ولون المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي وممكن أن يكون هذا المستطيل هو يملأ الجزء اليمين من الأعلى ومن الأسفل ومن اليمين بعد هن نرجع نكبر حجم الخط ندرج صورة البروفايل الخاصة بالسي في واللي هي موجودة بالصفحة اللي نوهنا عليها قبل قليل طبعا بعد ما ندرج هذه صورة البروفايل مثل ما تعلمنا حتى نحركها ونقدر نتعاملوا إياها بسهولة نضغط عليها كليك أيمن ونختار التفاف النص ومن ثم نختار أمام النص تمام الصورة صارت جاهزة ونحاول تكبير الصورة إلى أن تصل إلى الطرف الأيسر بهالمكان تقريبا تمام جدا بعد نحاول نرسم في شكل بسيط هذا الشكل ممكن أن يكون أيضا شكل مستطيل يكون من منتصف اللون الأحمر من منتصف اللون الأحمر وبمسافة معينة مثلا نختار للون هذا اللي هو اللون الأصفر الغامق أو الخردلي اللون الخردلي ومن التعبئة نختار بلا تعبئة بعدها نرسم بشكل آخر ولكن يكون بمسافة أرفع وأيضا نمطي نفس الألوان ونفس التعبئة ولكن بدون مخطط تفصيلي صار عندنا هذا الشكل ممكن نضيفها بلمسة بسيطة حتى تبين أنه الشكل ممكن نكبر شوي العرض وبهالمنطقة نضيفها بلمسة بسيطة من خلال إدراج أشكال نختار الشكل المثلث اللي هو هذا الشكل المثلث طبعا نحاول نرسم هذا الشكل المثلث بهالمنطقة ممكن هيت شيء بعدين ننطي لون أسود ومخطط تفصيلي بلا مخطط تفصيلي طبعا نكبر العرض شوي نكبر العرض بعدين نحاول ندور هذا المثلث بزاوية قائمة بزاوية تسعين ونحاول يكون يلامس الطرف ممكن شوي ننزل إلى الأسفل جميل جميل جدا لما نزغر العرض رح يوحينه أنه هذا الفيكتور يوحينه هذا الفيكتور أنه هو خارج من الشكل الأحمر وكأنما ثلاث الأبعاد لما نجي نزغر العرض رح تلاحظون أنه وكأنما هذا الشكل هو خارج بشكل من الشريط الأحمر طبعا ممكن عن خلال مربع ناص مثل ما تعلمنا إدراج مربع ناص رسم مربع ناص مثلا ونختار نكتب مثلا السيرة الذاتية السيرة الذاتية مثلا الذاتية ممكن حجم الخط نكبره نكبر حجم الخط ممكن تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة مثلا ما تعلمنا أنه مربع ناص نلغي المخطط التفصيلي وممكن نضيف مربع ناص آخر من إدراج مربع ناص ونكتب ونكتب ممكن CV ممكن أي كلمات أخرى مثل ما تعلمنا من تعبئة الشكل بلا تعبئة ومن مخطط تفصيلي بلا مخطط تفصيلي طبعا ممكن أن يكون bold وممكن نكبر الحجم الخط شوية وممكن نخليه بهذا الحجم ولكن أنا أفضل شوية أكبر مثلا 30 وأفضل أن اللون يكون أفتح يعني أسود فاتح مثلا هذا اللون يكون أجمل مثل ما نلاحظ أنه صارت عندنا هذه الواجهة الجميلة طبعا هذا الجزء رح يكون مخصص للصورة الشخصية من إدراج الشكل يأما إدراج صورة يأما من إدراج صورة وندرج الصورة طبعا هذا الجزء رح يكون هو خاص للصورة الشخصية ومثلا إدراج صورة أو شكل يعني أما من إدراج صورة أما من إدراج شكل ونختار مثلا هذه الدائرة طبعا دراج شكل ويفضل عند رسم الدائرة نضغط على المفتاح شيفت حتى الدائرة تكون بشكل دائري وليس بيضوي مثلا شفنا أن هذه الدائرة كبيرة ممكن نزغرها مع الضغط على المفتاح شيفت ونروح على تنسيق طبعا بعد ما نحدد على الدائرة نروح على تنسيق ومن ثم تعبئة الشكل ومن ثم نختار صورة ومن ثم نختار تعبئة الشكل على شكل صورة طبعا نختار الصورة اللي نريدها تكون مثلا هذه بالمناسبة طبعا هذه الصورة لا تمثلني مو إلية يعني هاي الصورة بس مجرد كمثال وممكن أنه المخطط التفصيلي ممكن يكون أحمر ممكن يكون بهذا اللون ماكو مشكلة ممكن أسود ممكن أسود فاتح بأي لون ممكن أن نلغي المخطط التفصيلي هماتين ماكو مشكلة هذه يعني الخطوات الأولى طبعا نسمي هذا الصنف نسمي مثلا المعلومات الشخصية طبعا راح تكون السيرة الذاتية على شكل أجزاء جزء مثلا خاص بالمعلومات الشخصية جزء خاص بالشهادات جزء خاص بالهوايات جزء خاص بالمهارات مثلا هذا الجزء راح يكون خاص بالمعلومات الشخصية وطبعا أكون ملاحظة أنه الشكل ممكن أن نضغط عليك ونكتب مباشرة يعتبر أيضا كمربع نص نكتب مثلا المعلومات الشخصية مثلا وطبعا نقدر نحدد الخط من كونترول أي ونمطيها بولد ونكبر حجم الخط وممكن اللون يكون أسود ممكن أسود غامق وممكن نكبر الخط مثل ما تشوفون هذا الجزء الخاص بالمعلومات الشخصية طبعا نرسم مربع نص مثل ما تعلمنا رسم مربع نص ونكتب المعلومات الشخصية بهالمنطقة بنصف الورقة ومثلا راح تكون الاسم عفوا الاسم الثلاثي مثلا بها عبد الستار جبار مثلا الاسم الثلاثي المواليد مثلا خي نقول اثنين وعشرين خمسة مثلا الفين وعشرة مثلا لا على التعين ممكن نخلي الحالة الاجتماعية الحالة الاجتماعية ممكن متزوج ممكن اخلي الجنسية عراقي مثلا طبعا ممكن حجم الخط نمطي بعض التنسيقات وليكن 14 bold باعتبار انه معلومات شخصية من تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة ومن المخطط التفصيلي بلا مخطط التفصيلي ممكن نخلي على اليسار وسائل التواصل ممكن نفصل بين وسائل التواصل والمعلومات الشخصية بخط مثلا هذا الخط طبعا ممكن حتى يكون الخط عادل نضغط على المفتاح shift وهذا الخط ممكن نمطيه من المخطط التفصيلي نمطيه لون احمر حتى يكون مشابه للشريط اللي على اليمين وممكن من المخطط التفصيلي من الوزن ممكن نزود المخطط ومن المخطط التفصيلي والشريط ممكن نختار هذا الشكل ممكن يكون اجمل بعدها نرسم مربع نص ورسم مربع نص وراح يكون بهالمنطقة ومثل ما تعلمنا مثل ما تعلمنا بالمحاضرات السابقة انه اذا عدنا نص انجليزي يفضل نختار اتجاه ورقة انجليزي او اتجاه للنص يكون انجليزي وراح نكتب مثلا البريد الالكتروني بها وورد مثلا dot com ممكن نخلي الفيسبوك facebook.com slash بها وورد ممكن نخلي الموقع الالكتروني dot بها word dot com ممكن نخلي رقم الهاتف 07 مثلا لا على التعين ارقام لا على التعين ممكن لا على التعين بنفس الطريقة اللي نسقنا بها هذا الجزء نسق به هذا الجزء اللي هو العليسار وحجم الخاطئ يكون مثلا 14 اللون اسود ممكن نمطي bold بلا تصطير تمام ممكن نشوفنا انه اختفى الرقم الهاتف ليش لان مربع النص صغير طبعا ممكن انه اذا لاحظنا انه رقم الهاتف مظاهر كل رقمين ممكن نكبر شوية حجم المربع النص وممكن نشوف انه تباعد الاسطر كبير من الصفحة الرئيسية وممكن يكون واحد يكون الشكل اجمل طبعا مثل ما تعلمنا من تنسيق تعبئة الشكل ممكن تعبئة الشكل بلا تعبئة ومن المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي وممكن هذا الخط يكون ممتد الى النهاية طبعا نجي نرسم مثل ما تعلمنا لسمنا هذا الشكل ممكن ناخذ كوبي من هذا الشكل طبعا حتى نحدد الاشكال كلهن نحدد الشكل الاول ونضغط على المفتاح شفت ونحدد الشكل الثاني طبعا مع الاستمرار بالمفتاح شفت أو بالضغط على المفتاح شفت ونحدد السهم نترك المفتاح شفت وممكن انه من تنسيق نتعلم في شيء جديد اسم تجميع نحول الى مجموعة بعد ما حولنا الى مجموعة لاحظ انه اي جزء نحدد رح تتحدد المجموعة كلها ونقدر من الصفحة الرئيسية نسخ لصق ونحاول نضيف السهم أو شكل بهالمنطقة ممكن اذا شفنا مرتفع ممكن ننزل الى الاسفل تمام جدا ممكن هنا نخلي الهوايات مثلا أو الشهادات خلي نقول الشهادات العلمية مثلا طبعا نفس الشيء اما ناخذ كوبي من هذا مربع النص كنترول سي طبعا شفنا انه حجم مربع النص كبير نحاول نصغره ونجي بهالمنطقة كنترول في أو لصق ونخلي النص بهالمنطقة وممكن انه نكبر حجم الوفقيا حجم مربع النص ونلغي البولد ونحاول نمسح كل اللي كتبنا ومثلا نقول طبعا ممكن نمطي ترقيم أو تنقيط ماكو مشكلة مثل ما تعلمنا نقول نقول مثلا شهادة دبلوم في التصميم من جمهورية مصر العربية وممكن شهادة أخرى في الأرشفة الألكترونية لبنان نقول مثلا شهادة في التصميم والإخراج الفني أمريكا ممكن الـ USA يريدها تكون كابيتال مثل ما تعلمنا من حالة الأحرف ونختار الأحرف كبيرة ممكن أدوبي تكون كلها كابيتال من الأحرف كبيرة ولكن أنا أفضل أنه الأدوبي تكون بس الحرف الأول كبير يعني شنو راح تكون حرف كبير في بداية كل كلمة ممكن نقطة وهكذا وهكذا نكتب الشهادات اللي حاصلين عليها بعدها ناخذ كوبي من هذا الشكل اللي سوينا نسخ لصق ونحاول نخلي بها المنطقة مثلا ونغير النص إلى مثلا الهوايات ممكن ناخذ كوبي من هذا مستطيل أو مربع النص اختصارا للوقت نسخ لصق وممكن نخلي بها المنطقة نقول مثلا الهوايات الرسم والتصميم الإخراج الفيديو والمونتير مثلا نقول مشاهدة كرة كرة القدم كرة القدم كرة القدم وبالأخص برشلونة مع احترامي لمشجعين ريال مدريد السفر وحب الاستطلاع أخيرا من هواياتي هو عشق عالم الحاسوب طبعا ممكن نستنسخ هذا الشكل نسخ لصق ونخلي مثلا المهن مثلا ممكن نضيف شيء آخر نسخ لصق ونخلي بها المكان المهام التي مارستها مثلا نقدر نقول نسخ لصق تحرير مجلة مميزون في المعهد التقني كربلا مسؤول وحدة التدريب التقني في مكان ما مدرب حاسوب معتمد لدى أكاديمية الوارف الثقافية أستاذ مادة الحاسوب في كلية المعارف الإسلامية مثلا نكتفي به هذا القدر نلاحظ أنه صار عندنا سيفي جميل جدا وأنيق وطبعا نقدر نضيف لبعض اللمسات البسيطة وهي من خلال إضافة الآيكونات الخاصة بوسائل التواصل ممكن هذا الخط يكون نزحف إلى اليمين وممكن هذا مربع النص نزحف أيضا إلى اليمين ممكن نزحف بعد طبعا مثل ما نوهنا بالبداية أنه من الصفحة الخاصة بالمحاضرة السادسة بعد ما نروح على التفاصيل طبعا هذه الصفحة ما تطلعنا إلا لما نكتب الرقم التسلسلي ونروح على التفاصيل الخاصة بالمحاضرة السادسة ومن ثم نحمل هذا البروفايل ونحمل مثلا الفيسبوك طبعا طيقة التحميل سهلة click amen save us ومثلا عدس اكتوب وممكن نختار الموقع الإلكتروني click amen save us مثلا وأيضا عدس اكتوب ممكن نحمل التليفون أو الموبايل save us وممكن أيضا على الدس اكتوب ممكن نحمل هذا الخيار الخاص بالجيميل save us وعلى الدس اكتوب طبعا نروح على إدراج صورة ومثلا رح نختار الجيميل هذا الخيار ومثلا ما تعلمنا click amen والتفاة في الناس ونختار أمام الناس حتى صورة تكون حرة ومثلا ما تعلمنا أيضا نضغط على المفتاح shift ولمن نصغر حتى يكون نسبة التصغير متناسبة الطول إلى العرض نصغر هذه حجم معين ممكن هذا الحجم طبعا أنا رح أكبر ها شوية أكبر العرض عفوا وليس الشكل حتى أصغر الشكل ممكن هذا الشكل طبعا بعد ما صغرنا هذا الشكل رح نستنسخ هذا الشكل نسخ لصق أكثر من نسخة مثلا هاي نسخة هنا أخليها وهذه النسخة مثلا أخليها خاص بالفيسبوك وممكن هذي أخليها هنا بالخيار الخاص بالموقع العليكتروني وطبعا ممكن لصق وألصقها بهذا المكان بس ممكن واحد يسأل يقول هنا الصور متغيرة لماذا نستنسخ نفس الصورة طبعا نقدر نغير الصورة إلى الصورة الأخرى مثلا هذه فيسبوك نختار مثلا حدد الصورة ونروح على تنسيق وتغيير الصورة عفوا على اليمين هذا الخيار اللي هو تغيير الصورة تغيير الصورة ونختار فيسبوك هذا الخيار مثلا نروح أيضا على تغيير الصورة ونختار مثلا هذا اللي هو الويبسايت وأخيرا تغيير الصورة ونختار مثلا هذا التليفون لاحظ أن الأشكال أضافتنا إلى أنه كبيرة طبعا لاحظ أنه اللون الأسود هو يعني لونه غامق جدا وممكن أن نخفف هذا اللون أو نغير لونه طبعا نحدد الأيكون ومن تنسيق من اللون ممكن نختار اللون الأحمر الفاتح من تنسيق اللون وأيضا الأحمر الفاتح وممكن من تنسيق اللون الأحمر الفاتح وأيضا رقم الهاتف من تنسيق اللون الأحمر الفاتح ممكن نكبر حجم الصورة حتى يكون أجمل نصغر العرض نصغر العرض قليلا حتى نشوف شن اللي صار عندنا طبعا صار عندنا CV جميل جدا ومثل ما تلاحظون أنه ضفنا له إمكانية المثلث الأسود اللي يدلي على أنه شكل ثري دايميشن أو كأنما الشريط العنوان هو بارز وظاهر من خلال الشريط الأحمر طبعا هذا رح يكون تطبيق المحاضرة السادسة كل واحد يشتغل لي نفس هذا التصميم بغض نظر عن الألوان ممكن نغير الألوان ولكن كل شخص يسوي لي CV خاص بي ويدزليا برسالة يأما على شكل صورة يأما يعني مثل ما تعلمنا عن طريق أداة السناب مكتولي أما عن طريق التليفون صورة ويدزلياها برسالة على صفحة عالم بها الاحترافي طبعا هذه كفكرة من الأفكار لعمل السيفي الاحترافي توجد الكثير من الأفكار ولكن أنا أشوف هذه أسهل طريقة وبشكل رائع جدا ورونق جميل هذا السيفي وممكن أن يلفت نظر من يشاهده نلتقيكم في المحاضرة القادمة بإذنه تعالى اشتركوا في القناة